موسيقى واشنطن تبدي استعدادها لبدء حوار دبلوماسي مع موسكو وتؤكد أنه لا يوجد اتفاق حول محادثات جديدة بين بايدن وبوتن واشنطن تصدر قانونا يجرم فرض العمل القصري على الايغور وتدعو بكين لإنهاء الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية مجلس النواب الأمريكي يدين اعتداء الجيش السوداني على المتظاهرين ويهدد بوقف المساعدات وفرض عقوبات محددة الهدف موسيقى العشر ليلا بتوقيت جرينتش الخامسة مساء بتوقيت واشنطن هذه نشرتنا من العاصمة أهلا وسهلا بكم أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الوليات المتحدة مستعدة لبدء حوار دبلوماسي مع روسيا اعتبارا من بداية يناير وذلك عبر قنوات عدة فيما أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن الرئيس بايدن لم يوافق بعد على موعد ومكان لتلك المحادثات الجديدة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن ورفضت ساكي انتقادات بوتن للوليات المتحدة وحلفاء الوليات المتحدة واعتبارهم الطرف المعتدي في التصدي والتصيد الحالي على الحدود مع روسيا وأوكرانيا مشيرة إلى أن الحقائق توضح أن العدوان الوحيد الذي نراه على حدود روسيا وأوكرانيا هو الحجد العسكري من الروس والخطاب العدائي من الزعيم الروسي أرد البيت الأبيض على اتهامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لواشنطن وحلفائها بتحمل المسؤولية عن التصعيد على الحدود الأوكرانية جاء سريعا على لسان المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي جين ساكي إن الحقائق تظهر بجلاء على الحدود بين روسيا وأوكرانيا هو الحشود العسكرية الروسية والتصريحات العدائية للزعيم الروسي مستشار للرئيس الأمريكي أكد للصحفين استعداد الولايات المتحدة للحوار الدبلوماسي مع موسكو عبر قنوات متعددة مشددا على أن جزءا من المطالب التي ألح عليها بوتن خلال مؤتمره الصحف الثانوي غير مقبولة إن أفعال روسيا لن تتوقف على عملية المفوضات بل على الأمن غير المشروط لروسيا لقد أوضحنا بجلاء أن أي تحرك جديد للناتو باتجاه الشرق لن يكون مقبولا هل ننشر صواريخ قرب الحدود الأمريكية؟ كلا إن الولايات المتحدة هي التي جاءت بصواريخها إلى عتاب أبوابنا وبينما جدد البيت الأبيض استعداده للحوار مع موسكو اعتبارا من مطلع السنة الجديدة كشف مسؤولون أن الاتفاق بعد بشأن موعد أو مكان محادثات جديدة بين بايدن وبوتين رغم إعلان واشنطن عن استعدادها للحوار وحديث بوتين عن رد إيجابي على مطالبه بضمانة أمنية لا تزال الأزمة الأوكرانية تواجه حالة عدم يقين بسبب إنعذام الثقة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين من جهة والرئيس الروسي من جهة ثانية هيشام بورار الحرة البيت الأبيض في سياق متصل بحث وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين في اتصال الهاتفين مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينسل سولتنبرغ مخاوفهما المشتركة حيال التعزيزات العسكرية الروسية على الحدود مع أوكرانيا بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قال أن بلينكين وسولتنبرغ ناقشا نهج حلف النيتو المزدوج تجاه روسيا مشيرين إلى أن الحلف يبقى جاهزا لإجراء حوار جاد مع روسيا في الوقت الذي يقف موحدا للدفاع عن حلفاء أو الحلفاء وحمايتهم أعلنت وزارة الداخلية البيلالوسية حضر النشاط إذاعة أوروبا الحرة وإدراجها في قائمة المنظمات المتطرفة في إطار حملة مستمرة على وسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني عقب الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد ضد نتائج الانتخابات الرئاسية في أغسطس من العام الماضي والتي أيضا تقول إن هذه المعارضة مزورة إذاعة راديو أوروبا الحرة تضاف إلى قوائم المنظمات المتطرفة من قبل وزارة الداخلية البيلالوسية البيان الصادر عن الوزارة قال إنه تم تحديد مجموعة من المواطنين المرتبطين عبر الإنترنت بالإذاعة المعروفة محليا باسم راديو سفابودا على أنهم جماعة متطرفة خطوة تعني أن البلاروسيين الذين يشتركون في راديو سفابودا عبر الإنترنت قد يواجهون عقوبة تصل إلى ست سنوات في السجن وهي تأتي بعد نحو ثلاثة أسابيع من تصنيف محكمة في منسك لقناة تليجرام الرسمية وبعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي للإذاعة على أنها متطرفة رد راديو أوروبا الحرة على الخطوة الأخيرة لم يتأخر فقد اعتبرت الإذاعة الممولة من الكونغرس الأمريكي تصنيفها بالمتطرفة بالسخيف كما أدانت حملة الحكومة البيلاروسية لتجريم الصحافة النزيهة وحرمان الشعب البيلاروسي من الحقيقة معبرة مجددا عن قلقها من اعتقال وفتح قضايا جنائية من قبل السلطات ضد صحفيين سلطات بيلاروس حجبت عشرات المواقع الإخبارية وأغلقت وسائل إعلام مستقلة في إطار حملة قمع واسعة عقب الاحتجاجات غير المسبوقة التي عمت البلاد رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية في أغسطس من العام الماضي والتي منحت لوكاشينكو ولاية سادسة على التوالي واتهمت بالتزوير وحضر الموقع الإلكتروني لإذاعة راديو أوروبا الحرة داخل بيلاروس منذ ذلك الوقت وألغي اعتماد جميع الصحفيين المحليين العاملين فيها وفي وسائل الإعلام الأجنبية منذ أكتوبر من العام الماضي والنقاش حول هذا الملف ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من واشنطن سفير كيرت فوكلر وهو المبعوث الأمريكي الخاص السابق إلى أوكرانيا وأيضا سفير الأمريكية السابق لدى حلف شمال الأطلسي حلف النيتو أهلا بك معي سيد كيرت يعني إلى أي مدى ترى أن الدبلوماسية والمفاوضات مع الجانب الروسي سيضع حدا للتوتر المستمر ما بين قوسين على الحدود الروسية الأوكرانية أعتقد أن الحوار دائما مهم لا شيء خطأ بالنسبة له ولكن يجب أن لا يتم تحت الضغط العسكري وهذا ما تفعله روسيا تجاه أوكرانيا الآن بالتأكيد روسيا حطت البلاد بأكثر من مئة ألف جندي وهناك طلبات تقدمت بها إلى الناتو وأوروبا والولايات المتحدة للحصول على تنازلات وهددت إذا لم تحصل عليها فستهاجم هذه ليست ظروف جيدة للمفاوضات ما الأمن الذي تبحث عنه روسيا روسيا تدعي أن الناتو يهدد روسيا وأن أوكرانيا تهدد روسيا وأن توسيع الناتو يهدد روسيا هذه اتهامات غير صحيحة والناتو هو تحالف دفاعي ثانيا الدول تختار العضوية في الناتو كي تحشد قواها لأن روسيا هددتها في الماضي وهذا ما حدث في أوكرانيا وجورجيا عندما حاولت الانضمام إلى الناتو وروسيا استولت على أراض منهما هناك تهديد روسي كبير للدول الأخرى في أوروبا وهذا ما يجب التطرق له إلى أي مدى الناتو مستعد دعني أقول نفسيا لدخول حرب أو دخول مواجهة إن لم تنجح الدبلوماسية في هذه الأزمة في المرحلة الحالية نتحدث أولا لا أحد يريد أن يكون هناك نزاع أوسع هناك نزاع حاليا في أوكرانيا ولا أحد يريد منه أن يتحول إلى نزاع أكبر إذا هاجمت روسيا دول الناتو لا يوجد أي شك في أن دول الناتو سترد عسكريا لحماية نفسها في حالة تصعيد كبير خاص بأوكرانيا الحكومة الأمريكية قالت أنها ستفرض عقوبات على النظام المالي الروسي وأيضا أشارت إلى أن هذا سيكلف روسيا كثيرا ماذا نفهم بأن المحادثات الجديدة ستقام ولكن بلا تحديد موعد أو مكان لها كانت هناك إشارات من موسكو أن المحادثات ستكون في جينيف في يناير هذا لم يؤكده البيت الأبيض اليوم ولا يزال يحاولون معرفة أين ومتى سيحدث اللقاء الطرفان التزم بالحديث في يناير التوقيت لصالح من إلى أن تقام تلك المحادثات على الأرض نتحدث ما يقلقني هو أن روسيا أخشى أن تقوم بعملية عسكرية قبل بدء المحادثات يجب أن مثل هذا سيؤثر على سيادة دول أوروبا وهو غير مقبول روسيا قدمت طلباتها وهي تعرف أنها غير مقبولة وهذا بالنسبة لي يوحي بأن روسيا قررت استخدام القوى العسكرية تلك دلالات لديك تعطي مؤشر أن روسيا قد تقوم بمفاجأة الجميع بعمل عسكري أعتقد ذلك أنا أسأل نفسي لماذا تقدم طلبات تعرف أنها سترفض إلا إذا أرادت أن تحصل على هذا الرفض كتبرير لإطلاق حرب أوسع ربما تحاول روسيا استغلال فكرة أن هناك أعياد وأن الغرب أغلق أبوابها طيب إن أردنا الحديث عن الخطوة التي يجب أن يقوم بها النيتو أو الاتحاد الأوروبي في ظل هذا التهديد المتكرر ما بين قوسين وخارق الاتفاقيات التي تجريب بشأن تلك المنطقة ومنطقة البحر الأسود تحديدا ما الذي يجب أن يقوم بحلف النيتو للوصول إلى اتفاقيات لا تنتهك ما الاستراتيجية التي يجب أن يعمل بها لسوء الحظ أعتقد أن الاستراتيجية المتبعة الآن من جانب أوروبا والولايات المتحدة تتمثل في تحذير روسيا أنها إذا هاجمت فستكون هناك عقوبات وخطوات إضافية أخرى وصلنا إلى لحظة موقف روسيا العدائي وتهديداتها تستوجب عقوبات جديدة يجب أن نفرضها الآن وأن نرفعها إذا خفضت روسيا من حشودها أيضا يجب نشر قوات الناتو في الدول الشرقية أيضا يجب أن ندعم استقلال أوكرانيا في مجال الطاقة وأن نزود مساعدات جوهرية لها كي تدافع عن نفسها كل هذا يجب أن يحدث الآن السفير كارت فوكلر المبعوث الأمريكي الخاص السابق إلى أوكرانيا وأيضا السفير الأمريكي السابق لدى حلف شمال الأطلسي حلف الناتو شكرا جزيلا لك كنت معي عبر خدمة سكايب مباشرة من واشنطن شكرا جزيلا لك وشكرا جزيلا لك واشنطن يجب أن ندعم الاستمرار لا يمكنني أن نشعر لا يمكنني أن نشعر إذن وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانون منع العمل القصري المفروض على أقلية الإيغور ويحضر القانون الواردات من منطقة شينجانج في الصين ويفرض عقوبات على المسؤولين عن العمل القصري في هذا الإقليم وقال تزالة الخارجية أن توقيع بايدن هذا القانون يؤكد التزام الولايات المتحدة بمكافحة العمل القصري دعية الصين إلى إنهاء الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وضد الإيغور وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى في شينجانج القانون الجديد يتيح للحكومة الأمريكية حذر البضائع التي ينتجها عمال الإيغور قصراً في منطقة شينجينج الصينية من دخول السوق الأمريكية وزيادة تعزيز مساءلة الأشخاص والكيانات المسؤولة عن ارتكاب هذه الانتهاكات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قال في تغريدة نشرها الخميس إن توقيع القانون يؤكد التزام واشنطن بمكافحة العمل القصري وكان بلينكين التقى مطلع العام ناجين من أقلية الإيغور وتعهد في حينها بدعم قضيتهم وعدم السكوت عن مرتكبية الانتهاكات وزارة الخارجية من جهتها دعت الصين في بيان لإنهاء الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية على الفور ضد الإيغور وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى في تشينجيانج البيان أظهر تعهد الوزارة بالعمل الدعوب مع أعضاء الكونغرس والوكالات الشريكة لمواصلة التصدي للعمل القصري في تشينجيانج وتعزيز العمل الدولي ضد هذا الانتهاك الشنيع لحقوق الإنسان وأضاف البيان أن مكافحة العمل القصري تعد أولوية بالنسبة للإدارة الحالية وأن الوزارة اتخذت فعلا تدابير ملموسة لتعزيز المساءلة في تشينجيانج بما في ذلك القيود المفروض على تأشيرات الدخول وغيرها من العقوبات المالية وضوابط التصدير والقيود المفروض على الاستراد بالإضافة إلى حشد الحلفاء والشركاء لاتخاذ إجراءات مشتركة لضمان خلو جميع سلاسل التوريد العالمية من استخدام العمل القصري بما في ذلك من منطقة شينجيانج الصينية وحسب البيان فإن الخارجية الأمريكية تعحدت بعمل كل ما بوسعها لاستعادة كرامة أولئك الذين يتوقون إلى التحرر من العمل القصري داعية الحكومة الصينية إلى وقف جرائم الإبادة التي ترتكب ضد مسلمية الإيغور وأقليات دينية أخرى نناقش هذا الملف بشكل أوسع ينضم إلي من مدينة شيكاغو في أولاية إلينوي دان محافي نائب رئيس مركز دراسات الرئاسة والكونغرس نتحدث معه إذن عن هذا القانون إلى أي مدى ترى أن هذا القانون قد يضع حدا للانتهاكات التي تحصل في منطقة شينجيانج من المسؤولين عن تلك الانتهاكات الأمر يتطلب الكثير لجعل بكين تغير سياساتها القاسية تجاه شعب الإيغور ولكن هذه رسالة قوية مفادها أن التجارة الأمريكية لن تساعد على دعم العمال القصرية والاضطهاد المستمر ضد شعب شينجيانج إلى أي مدى يكترث الحزب الشيوعي الحاكم في الصين بكل تلك القوانين أو الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة لمساعدة أولئك المضطهدين أو المنتهك حقوقهم في الصين بشكل عام بشكل عام سياسات الحكومة الصينية واضحة هناك قمع قاس للويغور وأيضا ضد هونج كونج وتيبت المناصرين لحقوق الإنسان يتعرضون للتهديد والنظام أظهر استعداده أن يكون قاسيا ضد الأقليات ومن يسعى للحريات الدينية والسياسية رأينا اتفاق في الكونجرس الأمريكي وإدارة بايدن للقول أن الولايات المتحدة لن تتعامل مع الشركات والكيانات التي تساعد على دعم انتهاكات حقوق الإنسان الرسالة واضحة لمنظومة الأعمال وأيضا للدول الأخرى في العالم أن سلسلة الإمدادات لا يمكن أن تعتمد على عبودية العصر الحديث لالويغور طيب إلى أي مدى أيضا هذه العقوبات وتلك الشركات أن أردنا الحديث فقط عن هذا الإقليم والصادرات التي تخرج من هذا الإقليم تؤثر على الاقتصاد الصيني بشكل عام نعم بالتأكيد ما نراه هو سيناريو فيه مجال كبير مثل النسيج والقطن وهذا ينتج في منطقة شينج جيانج وأشياء مثل الملابس والأنسجة في الصين تأتي من هذا الإقليم نرى هذا في الأحذية والأنسجة التي تباع في العالم أيضا الآن علينا أن نقول للزبائن الأمريكيين أن بضائعكم والأنسجة وقطع السيارات والإلكترونيات واللعب هذه تأتي من السجون وليس في السجون فقط وإنما في شينج جيانج وأماكن أخرى في الصين من ينافس الصين في العمالة في السعر الذي يمكن أن يحصل عليه العالم من خلال التجارة معها بالتأكيد الصين تؤثر على قدرة المزارعين في العالم وأيضا الرواد الأوائل في العالم النامي ودول أخرى في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط حيث يريدون الاتجار مع الصين سعر العمالة في الصين منخفض عن طريق استخدام السجناء أيضا هذه الشركات مجبرة على الحفاظ على سلسلة الإمدادات في الصين لأنها لا تريد أن تخسر فرصة العمل في الصين وواحد وثلاثة من عشر مليار نسمة هو عدد سكان الصين إذن هناك نطاق عريض من الشركات في الواقع هذا يؤثر على الناس في العالم الذين يدفعون مقابل عملهم عندما ينافسون السجناء الصينيين ما هو البديل ما هو بديل الصين في التجارة العالمية حتى تكون تلك القوانين التي توقع أو الإجراءات التي تتخذ نافذة وفاعلة ومؤثرة على الحزب الحاكم في الصين الإنسان يريد أن يرى سلسلة الإمدادات تذهب إلى أماكن أخرى مثل الهند، فيتنام، بنجلديش هناك نمو في صناعة النسيج مصر تقليديا هي منطقة نرى فيها القطن وبضائع أخرى تنتج في كل العالم هناك بدائل للتطور والتنمية على الصين البعض منها في الصين، البعض في الشرق الأوسط والبعض في الولايات المتحدة في البحر الكريبي والمكسيك مثلا تقنيا هل يتمتعون بتنفس تلك التقنية التي تملكها الصين يعني إن نظرنا إلى تلك الدول هي تذهب إلى الصين لاستيراد المعدات ويبدأون بالتصنيع من خلال المعدات المستوردة من الصين نعود لنقطة الصفر وهي الصين بالطبع المسألة ستكون معقدة وطويلة الأمد أن نبعد الصين عن سلسلة الإمدادات وأن نحل محلها حتى قادة الأعمال يقولون هذا لن يحدث بين ليلة وضحاها ولكن علينا أن نقول لا نريد أن نعمل في مناطق الأيغور أيضا يجب أن نتطرق إلى الجمهور الدولي وأن نرفع من وعيه بشأن تكلفة البضائع الحقيقية القادمة من الصين وكما شرحت فهم أو هناك فهم في العالم هل نريد أن نكون معتمدين على الصين هل نريد كل آلاتنا وبضائعنا أن تأتي من دولة واحدة دولة فيها هذا السجل الخاص بانتهاك حقوق الإنسان والإبادة الجماعية هل برأيك بدل أن يكون هناك عقوبات يمكن للولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة العمل كما تابعنا منذ شهر تقريبا كان هناك قمة ديمقراطية التي عقدها البيت الأبيض على مدى يومين والدول المدعوة كانت كلها دول تقريبا ليست من الدول العظمى اقتصاديا كلها دول نامية ولكن بدل أن تقدم الولايات المتحدة سامحني بدل أن تقدم الولايات المتحدة عقوبات تفرضها على شركات أو على أنظمة متى سنرى الولايات المتحدة تقدم صناعة قابلة للشراء لأن الصناعة الأمريكية فخرة وتعتبر ذات جودة عالية فهي غالية بعض الدول أو بعض الشركات تفضل أن تذهب للصين بسبب ارتفاع الأسعار إن كان من الولايات المتحدة أو من أوروبا متى سنرى معدات أو أجهزة قابلة لأن تكون في تلك الدول كمساعدات حتى على الأقل تستطيع أن تستغني عن الصين اقتصادية هذه أسئلة جيدة من ناحية الولايات المتحدة لن تمتلك مثل هذه الوظائف ذات المردود المنخفض لأن اقتصادنا واقتصاد أوروبا تجاوز هذه المرحلة السؤال ما هي البديل أو ما هي البدائل للصين كما رأينا في قمة الديمقراطية السؤال كيف يمكن أن نعمل على التنمية في إفريقيا وأمريكا الوسطى ولاة أمريكا وآسيا وأماكن أخرى في دول الأسيان مثلا والشرق الأوسط أيضا كل هذه الاقتصاديات كما ذكرت هي أصغر بالمقارنة مع الصين ولكن سويا تمثل الكثير من النمو والبدائل الاقتصادية مرة أخرى هذا يتطلب الوقت والرؤية وأيضا القيادة المزيد من القيادة من جانب واشنطن في مسائل مثل التجارة وأيضا خلق بدائل للأسواق الصينية والنفوذ الصيني الاقتصادي وحتى على الأقل يجب أن يكون هناك اقتصاد متعافي ولا يعاني من تضخم كبير حول العالم شكرا لك جزيلا دان مهافنا ورئيس مركز دراسات الرئاسة والكونغرس كنت معي مباشرة عبر خدمة سكايب من ولاية إلاني شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة دانت لجنة أشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي في بيان لها ما وصفته حملة القمع العنيف وغيرها من الانتهاكات لحقوق الإنسان التي يقوم بها الجيش السوداني ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية متعاهدة بممارسة الضغوط على قادة السودان ومهددة أيضا بحجب المساعدات وفرض عقوبات محددة الهدف واشنطن تدين بشدة ما وصفته بحملة القمع العنيف وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان للجيش السوداني ضد المتظاهرين السلميين المؤيدين للديمقراطية حيث ترى أن تلك الأعمال تقوض عملية الانتقال التي يقودها المدنيون في السودان وتزعزع ثقة الشعب السوداني في هذه المرحلة التي كان من المفترض أن تمهد الطريقة نحو الديمقراطية والنمو الاقتصادي والإصلاحات السياسية الهادفة حسب ما جاء في البيان مشاركتنا اليوم في الموكب النسوي لرفض الاقتصاب للرفض السلاح على اقتصاب الممنهج من قبل اللجنة الأمنية ومن قبل مقتصبية الدولة واشنطن التي تعهدت بدعم التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني توعدت أيضا بمحاسبة المفسدين وممارسة الضغوط على قادة السودان بما في ذلك حجب المساعدات مهددة بفرض عقوبات محددة الهدف الوقف التجاية اليوم هي مهمة جدا لبدء الحراك والمحاكمة لبدء أن نطلع الجريمة التي تحصل طوال لكن تحصل في الأطراف فإنها تتواجه والناس تتكلم عن تفعيل القوانين الملاحقة والمحاسبة للجنة موقف واشنطن الصارم إزاء التطورات الأخيرة في السودان يأتي في ظل تواصل الوقفات النسوية الاحتجاجية الرافضة لما وصفته تلك التجامعات النسوية بالعنف الممنهج ضد النساء واستخدام الاغتصاب كوسيلة لقمع المرأة للحد من مشاركتها في التظاهرات المطالبة بالحكم النادني مطالبات عبر مذكرة قدمنها للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالسودان بحماية النساء السودانيات من الانتهاكات المتكررة لحقوقهم عملية أمنية بحرية أجرتها قوات تابعة للأسطول الأمريكي الخامس في مياه الخليج وبحر العرب عادت إيران إلى دائرة الأنشطة المزعزة على الاستقرار في المنطقة بسبب عمليات التهريب للأسلحة اضبطت البحرية الأمريكية شحنة أسلحة مهربة على متن سفينة كانت تبحر شمال بحر العرب ومصدرها إيران السفينة عبرت المياه الدولية على طول مسار يستخدم تاريخيا لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الحثين في اليمن تتكون الشحنة من 1400 بندقية من طراز AK-47 بالإضافة إلى 256 طلقة مخصصة لهذا النوع من البنادق اكتشفت البحرية الأمريكية الأسلحة خلال عملية تفتيش أجرتها للسفينة ونقلت تلك الأسلحة على إثرها إلى المدمرة الأمريكية بهدف إطلافها لاحقا اعتبرت القوات البحرية الأمريكية السفينة تشكل خطرا على الملاحة وأيضا عمليات الشحن التجاري وقامت بإغراقها ترجمة نانسي قنقات holゴ simply ترجمة نانسي قنا Tesla قديم أنزاء نظر للغاية القوات أو يؤمن أثنى ترجمة نانسي قنقاتية ترجمة نانسي قنقات intentionally أعلن المكتب الإعلامي لمحادثات فييانا بشأن الاتفاق النووي الإيراني استناف المحادثات مجددا بين مجموعة أربع زائد واحد وإيران اعتبارا من الاثنين المقبل المحادثات ستجرى على مستوى مديري وزارات الخارجية في هذه الدول دون تحديد جدول زمني لها المنسق الأوروبي للمحادثات تاريك مورا وصف هذه الجولة بأنها ستكون الجولة الثامنة والأخيرة بعد عدة أيام من المناقشات الجادة والمكثفة وفق طهران غادرت الوفود الأسبوع الماضي تحدثة عن إحراز بعض التقدم على المستوى التقني أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية استخدام دواء ميركل مضاد لفيروس كورونا يذكر أن إدارة الدواء والغذاء الأمريكية قد أقرت في وقت سابق أول علاج أخذ عن طريق الفم ضد فيروس كورونا من عقار لشركة فيزر جهود علمية مكثفة ومستمرة في مكافحة تفشي المتحاورات الجديدة من فيروس كورونا وأحدثها المتغير أوميكرون جهود تعززت بقرار من إدارة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لاستخدام حبوب ميركل جديدة مونو بيرافير المضادة لفيروس كورونا ولعلاج المرضى المعرضين لمخاطر حالية خطوة تأتي بعد يوم على منح شركة فيزر المصنعة للأدوية من الهيئة ذاتها لاستخدام الطارئة لأول علاج للفيروسات يؤحد عن طريق الفم والمتمثل في أقراس باكسلوفيد أظهر عقار ميركل جديد الذي تم تطويره بشراكة مع ريجباك بايوثيراباتيكس أنه يقلل من دخول المستشفى والوفيات بنحو 30% وفق ما خلصت إليه تجربة سريرية وتمت إجازة استخدامه للبالغين المصابين بكوفيد-19 الخفيف إلى المعتدل والمعرضين لخطر الإصابة بمرض شديد ويمكن أخذ حبوب ميرك وفايزر في المنزل ولا تتطلب حقنة وريدية ما قد يساهم في مساعدة المستشفيات حيث من المتوقع أن تستمر الإصابات الجديدة في الارتفاع وأثبتت التجارب أن عقار شركة فايزر فعال بنسبة 89% إذ أظهر أنه يجنب الأشخاص المعرضين لمخاطر عالية دخول المستشفى أو الموت بسبب كورونا لكن توافر هذا العلاج سيكون محدوداً بدرجة أكبر بكثير من علاج ميرك الذي لا يعطى لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً كشف موقع ديفانس وان عن قيام الجيش الأمريكي بتطوير لقاح جديد يحمي من فيروس كورونا وجميع متحوراته الباحثون في معهد وولتر ريد أشاروا وهو التابع للبنتاجون إلى أن التجارب على اللقاح تجري منذ عامين وفق تقنية تسمح بإضافة طفرات مختلفة توفر حماية متعددة وأن المراحل الأولى من التجارب السريرية جاءت بنتائج إيجابية وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون تطور لقاحاً ضد فيروس كورونا ومتحوراته كافة وصفته بالفريد من نوعه وقد يضع العالم ربما على موعد مع نهاية قريبة لتفشي الفيروس أو السيطرة عليه على الأقل ووفقاً لموقع ديفينس وان في معهد والتر ريد للأبحاث والتابع للجيش الأمريكي فإن الإعلان عن نجاح التجارب السريرية البشرية للقاح سيكون في غضون أسابيع حيث جرى تطوير اللقاح الجديد المسمى SBFN على مدى عامين منذ حصول الجيش على الحمض النووي للفيروس العام الماضي تعتمد تقنية إنتاج اللقاح الجديد على عكس اللقاحات الحالية التي تستخدم تقنية MRNA لتحفيز جهاز المناعة فاللقاح يشبه حقن جزئ كروي له أوجه متعددة تسمح بإرفاق طفرات مختلفة من سلالات فيروس كورونا ما يمكنه من التغلب على الفيروس وجميع متحوراته الحالية وكذلك المتحورات المستقبلية يتمتع اللقاح بمزايا كبيرة باعتباره لقاحا عالميا محتملا وذلك بفضل إمكانية تخزينه في نطاق واسع من درجات الحرارة ووفقا لما أعلنه الجيش الأمريكي فإن التجارب على الحيوانات اكتملت في وقت سابق من العام الجاري مع ظهور نتائج مبشرة في حين اكتملت المرحلة الأولى من التجارب السريرية على البشر بتحقيقها نتائج إيجابية ورغم ذلك يحتاج اللقاح المبتكر للخضوع لتجارب المرحلتين الثانية والثالثة قبل اعتماده بشكل نهائي حيث ستسمح البيانات للباحثين بمقارنة الملف المناعي للقاح SBFN مع لقاحات كورونا الأخرى المرخصة للاستخدام في حالات الطوارئ قالت زالة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة ظل دون مستويات ما قبل الوباء الأسبوع الماضي وبقية طلبات عانت البطالة دون تغيير هذا الأسبوع أو عن الأسبوع السابق حيث تلقى قرابة مليوني أمريكي مساعدات البطالة الأسبوع الماضي كما انخفضت أعداد المسرحين من عمالهم إذ يتردد أرباب العمل في تسريح الموظفين في وقت يصعب فيه العثور على بدائل تفع معدل تضخم في الولايات المتحدة مع اقتراب موسم التسوق في العطلات حيث ارتفع مؤشر سعار المستهلك بنسبة قاربت 6% مقارنة بالعام الماضي وهذه الوتيرة هي الأسرع منذ 39 عاما تقرير أظهر أن الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل 70% من النشاط الاقتصادي ارتفع في نوفمبر بمقدار 16 النقطة المئوية حيث تجاوزت الأسعار السنوية هدف التضخم الذي حدده مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبالغ 2% ينضم إلي مباشرة عبر خدمة سكايب من نيويورك الخبير الاقتصادي الأمريكي والزميل في جامعة كولومبيا وجامعة يلا جيمس هانري نتحدث إذن معه عن التضخم في الولايات المتحدة بداية إلى ما تعزو هذا التضخم وإلى أين يسير المؤشر صعودا أم هبوطا الاقتصاد يزدهر الآن هناك بطالة بنسبة 14% والكثير من الإنفاق أيضا هناك مشاكل في أسعار الطاقة ورأينا الناس يعودون إلى السفر وقطاع السفر ازداد نعم صحيح أنه بحلول شهر نوفمبر كان هناك مؤشر PCP ارتفع بحوالي 5.7% وإذا نظرت إلى المواد الغذائية وخثاف الاعتبار فهذا ينخفض إلى 4.7% وهذا أقل مما اعتدنا عليه بنسبة 0.2% والكثير من الأمريكيين الآن قلقون بشأن التضخم البعض بعض الاقتصاديين يستخدمون هذه كفرصة للهجوم على بنك الاحتياط أو على إدارة بايدن للإنفاق وهناك حجج جادة ورأينا هذا الأسبوع انخفاض في التضخم المتوقع من جانب الأسواق والإسقاطات على مدار 10 سنين كانت أقل حوالي 2.7% على امتداد 10 سنوات ولكن هذا لا يزال شكل مشكلة بنك الاحتياط يفهم هذا ومنذ هذه الإحصائيات هناك إشارات إلى أن هناك إعطاء أولوية لمخاطر التضخم وسيكون هناك بعض التعديلات في العام القادم وإنهاء ما يسمى برنامج استعادة شراء الأصول البورصة اليوم لم تتصرف وكأنه سيكون هناك ركود لأن بنك الاحتياط سيرفع الفائدة بالعكس كانت الأسعار من الأعلى سواء SEP أو Dow Jones ورأينا أسباب تدعو إلى القلق ولكن الكثير من المستثمرين يعتقدون أن بنك الاحتياط يسيطر على الموقف طيب ترى محللة وهي مسؤولة التداولات المرتبطة بالتضخم في بانك أوف فرلندا في دابلن قالت لوكالة بلومبرغ أن معدل الزيادة السنوية في مؤشر السعار المستهلك تحديدا في الولايات المتحدة سيتجاوز 7% في الربع الأول من عام 2022 هل ترى أن هذه النسبة معقولة أو حتى أن المؤشر قابل لأن يصل إلى هذه النسبة؟ أنا على معرفة بهذه التقديرات هناك هذه بالنسبة للفصل الأول أو الربع الأول من عام 2022 الكثير من الناس يعتقدون أن هذه الأسعار ستنخفض نتيجة للتطورات في قطاع الطاقة وأيضا التأثير الكبير للجائحة على كل هذا الجائحة الآن ربما ستخفض من معدل التضخم لأن الناس سيقللوا من الإنفاق على السفر سوف نرى وكما قلت بنك الاحتياط يتخذ إجراءات كي يسبق هذه القصة وخاصة بنك إيرلندا هناك محلل الشاب بالغ في تقديراته طيب هل تعتقد أن التضخم يعتمد بشكل أكبر أو في الوقت الحالي أقول على مستوى النمو أم كما تفضلت على الطاقة وارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام؟ أو حتى إعادة فتح الاقتصادات العالمية؟ هناك عدة مكونات في تضخم أحدها أسعار الطاقة والعناصر الدورية ما يسمى منحنى فيليبس وأين نحن في دورة العمل هذه نحن نعمل في اقتصاد مضغوط إلى حد كبير وهناك أناس يجلسون خارج سوق العمل ويتطلعون إلى التوظيف أعتقد بالنسبة لهذه المرحلة من الدورة علينا أن ننظر على عام 2008 وأن نتذكر أنه تقريبا في آخر 15 عاما كان أداؤنا أقل معدل التضخم كان أقل من 2% والسوق كان يمكن التنبؤ به إذا عدنا إلى عام 2008 ونحن نقترب من المستوى الذي سنكون فيه لو كان نسبة الـ 2% من النمو مستمر معنا بنك الاحتياط عليه أن يتعامل مع هذه المسألة وكذلك بنوك الاحتياط المركزية في العالم هذا هو شيء رأيناه في الماضي وهم ما يفعلونه هو هذا الشيء أي بمعنى هذا هو الخمز والزبدة بالنسبة لهم ولكن لا يجب أن نجعل هذا الموضوع موضوعا كبيرا لأننا نريد أن نهاجم خطة بايدن وتكلفتها مدفوعة بالفعل وبالتالي لا تؤثر هذه الخطة على مستوى الديون واضح أن الكثير من النفوذ الخاص بالتضخم من مفهوم قطاع الطاقة أصبح إلى الخلف إلى الوراء وأتطلع إلى انخفاض كبير في التضخم في العام القادم سيد جيمس هنري كنت معي مباشرة عبر خدمة سكاي من نيويورك الخبيل الاقتصادي الأمريكي والزميل في جامعة كولومبيا وجامعة هيل شكرا جزيلا لك لاجأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى المحكمة العليا في محاولة أخيرة لمنع لجنة التحقيق النيابية في أحداث ممنى الكابتل من الاطلاع على وثائق لها علاقة بتلك الأحداث التي حصلت في السادس من يناير الماضي محكمة استئناف فدرالية كانت قد أصدرت قبل أسبوعين قرار ضد ترامب لكنها أرجأت تسليم تلك الوثائق ومنحته 14 يوما لاستئناف القرار أمام المحكمة العليا ترامب يقول أنه يتمتع كرئيس سابق بالامتياز التنفيذي الذي يسمح بحجب السجلات الرسمية وأن كشف السرية عن تلك الوثائق سيضر بالرئاسة في المستقبل أكدت وكالتها الفضاء الأمريكية ناسا ونظيرتها الأوروبية وشركة أريان سبيس للصناعات الفضائية موعد إطلاق التلسكوب الفضائي جيمس ويب من قاعدة كورو الفرنسية في الخامس والعشرين من ديسمبر بعد إرجاء موعد الإطلاق مرات عدة لأسباب تتعلق بالأحوال الجوية والتقنية ويعتبر تلسكوب جيمس ويب نسخة فائقة التطور من تلسكوب هوبل وستشمل مهمته اكتشاف الفضاء بدقة عالية بما فيها العصور الأولى للكون وتشكيل المجرات الأولى تساعد مدينة بيت لحم لإحياء ليلة عيد الميلاد حيث تواصل أطقم البلدية استعداداتها وترتيباتها بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية لتأمين الاحتفالات وحركة السير ها هي تنفض غبارا تكدس على منتجات أهم حرفة في مدينة بيت لحم تطويع خشب الزيتون لتتشكل هذه التحف التي ترمز لميلاد المسيح وآلامه إقبال خجول على شراء تذكار من مدينة المهد ولكن أمل هؤلاء بغد أفضل هو الحاضر بقوة كثير مشاغل سكروا وكثير عيال ضررت بشكل كبير كبير خصوصا اللي عنده مشاغل صغيرة مثلا وخشب لأنه مش بس عنا هون يعني أنه الواحد يقدر يصدر برا يعود شوي كمان برا مسكري وكثير في منزبيننا كانوا يأخذوا على فترة الكريسمس يأخذوا إبضاعة عندهم كمان التغل الكريسمس ماركت لم تطأ هذه الأقدام السنوات الماضية بلاط كنيسة المهد بعد محاصرة كورونا لها وإغلاقها أمام الحجيجي والمحتفلين أعداد السياح من دول العالم ليست بكثيرة ومبيتهم لا يكون في فنادق المدينة بل في إسرائيل ورغم ذلك فهذه الصورة ستحمل الكثير من ذكريات الوصول هنا في زمن الوباء أنا مرتاح في هذا المكان الذي أعجبني والناس كذلك هم يرحبون بنا في كل مكان لو أعطيت فرصة أخرى فسأزور المدينة مرة ثانية استعدادات تصابق الزمن تجريها بلدية بيت الأحم والشرطة الفلسطينية لتأمين احتفالات العيد وحتى الأطقم الصحفية تستعد لتغطية هذا الحدث الذي تتجه أعين العالم فيه صوب كنيسة المهد تم عاقد عدة اجتماعات مع الأجهزة الأمنية مشكورين اللي عملوا كتير وتعبوا لتطلعها الاحتفالات هاي السنة بالتعاون مع البلدية بشكل يليك بمدينة بيت لحم بالرغم من إغلاق المطار وعدم وجود السياحة الخارجية اشتغلنا كتير على السياحة الداخلية مع أهلنا في فلسطينية 48 ليجوا لبيت لحم نجمة الميلاد أمل جديد شعار الاحتفال هذا العام ورسالة المدينة ثابتة بتغير المناسبة رسالة السلام إذن من مدينة السلام يتجدد الأمل بعام أفضل ومنها أيضا تأمل بيت لحم بنفض ثوب المرض والجائحة ليعم الخير والصحة أرجاء العالم ثروة شقرة الحرة بيت لحم وصلنا معكم بهذا التقرير إلى نخدام نشرتنا من العاصمة أذكر بأبرز ما جاء فيها من عنوان واشنطن تبدأ استعدادها لبدء حوار دبلوماسي مع موسكو وتؤكد أنه لا يوجد اتفاق حول محادثات جديدة بين بايدن وبوتن الولايات المتحدة تصدر قانون يجرم فرض العمل القصري على الإيغور وتدعو بكين لإنهاء لبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية أجلس النواب الأمريكي يدين اعتداء الجيش السوداني على المتظاهرين ويهدد بوقف المساعدات وفرض عقوبات محددة الأهداف على موقع الحرة المزيد من الأخبار حول الولايات المتحدة والعالم وعلى أرسل الساعة المقبلة يتجدد اللقاء بكم في مجهزا لهم الأنباء شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة